في نيسان الماضي عرضت قناة الجديد تقريرا عن قانون عقوبات أمريكي يطبخ في كواليس الكونغرس ضد حزب الله بعد سبعة أشهر على عرض التقرير أقر اليوم هذا القانون وفي مجلس الشيوخ وبأغلبية صاحقة ينص القانون على إجبار الخارجية الأمريكية على التعريف بوسائل الإعلام الداعمة للحزب التي تموله ويطالب القانون الخارجية الأمريكية برفع تقرير سنوي لتحديد الأطراف الداعمة وبالإسم ويجبر القانون وزارة الخزانة على فرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تسهل تعاملات حزب الله أو غسل أموال للحزب أو تتآمر بإرسال تحويلات إلى أشخاص أو مؤسسات على صلة به الحرب بين أمريكا وحزب الله لم تنقطع يوما لكن توقيت المشروع بعد أربعة أشهر فقط من الاتفاق النووي الإيراني ينبئ بتغير أدوات الحروب وأشكالها وبعدما كان للرصاص والبارود الكلمة يبدو أن شكلا آخر من الحرب قد بدأ بين الشيطان الأكبر والعدو الأكبر وما أن أقرر المشروع حتى دانه الحزب بشدة في بيان رأى فيها أن القرار يعبر عن نزعة السيطرة التي تحكم القيادات في الولايات المتحدة وعن الرغبة في التحكم بكل ما يجري في العالم وفق مصالح وأهواء السياسة الأمريكية من دون أي اعتبار للمبادئ والقوانين والأخلاق التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات في العالم ولفت البيان إلى أن ما يواجهه الحزب من قرارات ومن افتراءات ومن اعتداءات من قبل المؤسسات الرسمية الأمريكية هو ثمن طبيعي لالتزام الحزب خط المقاومة لكل المشاريع الخبيثة التي تستهدف مقدساتنا وحقوقنا وأوطاننا وشعوبنا أدم شمس الدين قناة الجديد